السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم فاهمني كيميا ومع برنامج كيمستري لطلاب الصف الثاني الثانوي وان شاء الله نرد نشرح اجزام موديل وان وهنحله مع بعضنا ويلا بينا نحل آآ في بيج وان هندرد وينتي ايت. عندنا اول آآ بيتكلم يا شباب على فكرة بتوين آآ كولورين واكسجين. هو عامل لي كولورين واحدة. يعني انا عندي سيل تو او. يعني عندي اتنين من السيل واحدة او. طبعا الاتوم زي ما انتم عارفين هي الاو. ليه? لان هي ما فيش منها غير واحدة بس. يبقى الاتوم اللي بتكون هي اللي بتبقى في النص. وعندي اتنين من الكولورين. يجا واحدة مثلا ليفت واحدة رايت. فكده الاولاني اللي ايه? مش هينفع. ان هو حاطة اتنين من السيل في طرف وحاطة تلقوه في طرف. ده غلط ليه? لان هو هنا عاملها نظام ايون. عامل الكولورين والاكسجين ده غلط ليه? لان كمان ان الكولورين عامله زي ما يكون مثل. حطوا وحاطة الاكسجين طيب الاكسجين ممكن يكون اه لكن الكولورين زي طبعا ده غلط ليه? لان ده كده عملته من نظام يعني طيون واناين او طيب ده مينفعش يا مستر يعني? لا ما ينفعش طبعا. ليه? لان الكولورين والاكسجين دولة مع نون ميتل. يبقى ده ايه? نون ميتل وز نون ميتل. طبعا نون ميتل وز نون ميتل ايه ما فيش ولا نيجتيب تشارج. تمام? هيكون نظام نظام ايه? حلو الكلام. يبقى اول الواحدة دي بوضح معها باستفادة. تعال نشوف رقم بي و سي و دي. طب بي و سي و دي حاطت هنا ال او في السنترل وهنا حاطت ال او في السنترل. يعني في ال بي و السي حاطت ال او في السنترل. لكن ال دي حاطت ال او على الطرف. فده غلط. لان السنترل اتم قلت لك هي ال او مش السي ال. فما ينفعش السي ال اللي تحط في النص. فده غلط من اول واهلة. كده يتفضل يا شباب بي او سي. هتكون مين فيهم الصح? اسأل نفسك الاكس米 تروح تبص عليه فلها تلاقيه الاكس米 معاةanki تاول فوزعهم كده بنظام يجيوها معاة في الاوتر سيكس الالكترون هتوزعهم ازاي? هتوزعهم بنظام آآ اللي احنا خدناه اللي هو كان شغالة على النظام يعني بص وال كبس ده لنت لما يكون معاك ال Standing connected Coronavirus طيبان انا معايا كبان معايا سيكس بس يبقى معايا بجيحط معاية كام اتنين سنجل فهيعملott يبقى انت بات كم سنجل اتنين سنة Only. الناحية دي واحد وجحن دي واحد. يعني هو معاه هنا هيعمل يا بند مع الكولورين. وهنا هيعمل مع الكولورين. وبالتالي اتخل بالك. طي when you recommend two bond? فان كان معاه two element or two atoms. فيعمل مع دي مع الدين. لكن لو مسألة تانية غير دي. لو دي مثلا معه كربونم stable. ومفيش اتم تانية معها. فممكن الاكسجون يعمل مع نفس الدين. يبقى هنا واكسجين اضطر يعمل اتنين بوند مع نفس الاتوم لان ما فيش اتم تانية معه. ده طبعا مش مسألتنا دلوقتي. المسألة بتاعتنا كده. ان انت معاك اتم واتوم. فتعمل بوند يمين و بوند شمال. وبالتالي لازم يكون معاك آآ بوند ها النحية دي شاف انت الكروز ده او التقاطع ده في اه الكترون فدي بوند. آآ الكترون بتاع الاو والكترون بتاع اللي هو مين? الكولورين. الكولورين عمله دوت والكترون بتاع الاو عمله اكس. نفس هنا الفكرة. الكترون بتاع الاو عمله اكس والكترون بتاع الكولورين عمله دوت. المهم ان انت عندك هنا الكترون من الاو والكترون من السيل هيعملوا بوند. والكترون من الاو والكترون من السيل هيعملوا بوند. يبقى كده الاو عمل بوند يمين وبوند شمال. فدي هي الصح النمبر بي. لكن النمبر سي غلط ليه? لان الالكترون هنا هتلاقوه عامل آآ تو الكترون وتو الكترون. يعني الاكسجين عامل آآ وده غلط. احنا بيعمل ايه? بس. فطبعا هنا غلطتنا ان هو عامل ايه? عامل مع مع ده وعامل مع ده. فده غلط. ده تلاحظ فيه كان دول منهم اتنين بتاعته واتنين بتاعت السيل. فهي كانه عامل وهنا برضو في او عندنا اتنين بتاعته وكأنه عامل فده هنا غلط برضو ان انت تعمل مع ده فده غلط الاكسجن عمره ما يعمل الاكسجن اخره يعمل كام يبقى تبقى واخد لبالك برا السؤال ده ان انت عندك اي اكسجن في العالم بيعمل سواء بيعملهم مع يعني اتنين اه اه او مع نفس الاتوم المهم ان الاكسجن بيعملش غير يبقى كده الاجابة بتاعتي اللي هو ده هي نمبر بي. طيب عندنا اه ده اه جزئية لسه هداخدها في مايو يعني طبعا انتحن مايو فاحنا يعني دي وقته مش علينا فاحنا ممكن نعديها ولو انت عاوز تعرف الاجابة هتبقى هي كالسيا مقصيد فهنا بيقول لك ان انت يعني لما تحب تعمل او يعني تعمل دراي لسامبل معينة اللي هي بتاعت الايه بتاعت الامونيا فبتجففها بايه بتعملها دراي بالكالسيا اكسايد فده مش مشكلتنا درايكتي دي هتاخدوها ان شاء الله في اه يعني اه امتحانات مايو. تعالى نكمل اه برضو السؤال ده السؤال سريه بيتكلم برضو على الامونيا جاز يقول لك الامونيا جاز ممكن تتحضر نعملها يعني تحضير او اه اه بتوين امونيوم من الناس دي. برضو الكلام ده هتاخدوه في مايو. لكن عشان عدنا على السؤال فاحنا ممكن نحله على السريع. يعني ده تبع اللي هتاخدوها في مايو. فهتكون الاجابة برضو اه اللي هو يعني نمبر ايه. لما نوصلها ان شاء الله في مايو بجي نشرحها بالتفصيل بجي نعيد الاسئلة دي ونشرحها بالتفصيل. فهدي الوقت انتم شتمتحنوا فيها فكانسلوها. تعالى نسأل السؤال ده سؤال عندنا. سؤال ده او بيتكلم على ان انت عندك كل فيهم بتوضح الماس ماشية ازاي مع الطايم. الماس ماشية نظام لاين مع الطايم ما فيش اي ولا بيحصل ولا بيحصل مثلا اللي هو زيرو بوينت فايف. زي ما انتم شايفين كده هنا ماشي مع الماس ماشية مع ايه? آآ الطايم. هنا نظام وهنا اه حصل بس ايه? الزيرو بوينت فايف. وهنا يعني حصل للماس خفت الماس صغرت لما عملها هيتد. ماس مين يا مستر? ماس السوديام كربونات. يبقى انا عندي وان جرام من السوديام كربونات. الوان جرام من السوديام كربونات ده لما بتسخنه. آآ يعني هيحصل لتسخين. فهل هيحصل دكريز زي بي او سي او دي? ولا هتفضل الماس سابتة زي ما هي. طب ايه? ده احنا ما خدناش الكلام ده قبل كده. اولك لا انتم خدته بس هيتاخده فين? تبع اول آآ شابتة افور. موجودunge انت عندك آآ والسوديام والموتاسيوم دولات طبعة مام? الكربونات من الليسيام غير الكربونات من السوديام غير الكربونات من بتاسيوم. في ايه? غيرها في ايه? ان الكربونات بتاعة الليسيام بيحصل لها آآ يعني يحصل لها تفكك. يعني بتتقسر على. ابقى كربونات من الليسيام يحصل لها يعني بتديني. عند كم? عند الالف سليزيس بتتكسر لمركبين. لكن الكربونات بتاعت السوديم. يوجد سوديم كربونات. ويه? البوتاسيوم كربونات. ده بيحصل له ملتنج. الجهنة ده بيحصل له ايه? ملتنج. يعني بينصهر. تمام? الانصهار حاجة والديكمبوزد حاجة. الانصهار يعني يتفكك تمام? يعني هيبجأ ايه? لكن الديكمبوزد معناها ان انت بتتكسر بيحصل لك اه يعتبر بس على هيئة اصغر. يعني بدا ما انت كنت كبير اللي هو ليسيوم كربونات بتبقى لها ليسيوم اوكسايد مثلا وكربون دايوكسايد. فدولا نظام لكن نظام بيبجأ نظام ايه? ايه? المهم خلاصة الكلام. ان الكربونات بتاع الليسيوم او ليسيوم كربونات هو اللي ينفع يحصل له ديكمبوزد وبالتالي الماس بتاعتك هيحصل لها ديكريز. لكن في حالة السوديوم كربونات والبوتاسيوم كربونات مش هيحصل ايه ديكريز لماس. ليه مش هيحصل لها ديكريز? لان هي مجرد انصهرت بس. حصل لها ميلتنج. والانصهار مش معناها ان الماس صغرت. دي الماس هي هي كونستانت. وبالتالي كده انا في لما يقول لك سوديوم كربونات هقول له ايه? هقول له كونستانت. طيب لو كان جاء ليسيوم كربونات كنت هقول ايه ديكمبوزد. كنت هقول ديكمبوزد يعني بيحصل لها ديكريز. الماس بتظهر. الماس بتظهر. واضحة الفكرة دي. طيب. تعال نشوف هنا اه يوجد دي هتختار مين هنا كده هتختار اللي هو نمبر ايه. تعال نشوف نمبر فايف وبيقول لك اه وزا فلن يعني هنا عندك اكتر من اه تعبير. اللي هو بتاعته بتكون اللي هو الكريبتون. اه بعد كده يبقى انت عندك توزيعته دي. يعني هو هوزعه للنيرست نوبل جاز. اللي بتاعته عملها لل ايه? للنوبل جاز اللي هو الكريبتون. واخره كده انت يعتبر كده انت اعتبر ايه? مثل. مثل ايه? ان انت ده تبع جروب ايه? واللي تبع جروب ايه? يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى اولح انا اعرف ان انت متل ازاي? اللي تبع جروب ايه? يبقى متل. طب برضو واحد يقول لي مسلا مش عارفها كويس. اقول لك حاضر. بصوا يا استاذ. الجروب ايه? الوحيد اللي هو ده هو النون متل. الوحيد هو مين? النون متل. طب هو نون متل. يعني ايه? يعني اللي هو المادة بتاعتك بتعمل اه جين المفترض او بتعمل شير. النون متل بيعمل ايه? حاجة من اتنين. ليه ما يعمل جين? ليه ما يعمل شير? لكن المثل بيعمل لوز. بيعمل ايه? لوز. طيب اشمان اول واحد هو اللي بيكون نون متل? لانه ده لو انت بسيت عليه في هتلاقي ان جروب ايه اولها وهو الوحيد اللي هو نون متل. لكن اللي تحتيه الليسيوم والسوديم بتاسيوم روبيديم سيزيوم كل ده يعتبر يعتبر ايه? طيب هو كاتب ايه? ايه? يبقى تابع ايه ولا لأ? اه طوالما انت شايل واحد تابع ايه فبص كده لو انت هيدرين يبقى لو انت برضو لو انت سوديم لو انت بوتاسيام يبقى لكن بص اللي بيتغير مين? هنا انا يبقى ده هايدرجين. سوديم. يتغير اللي هو هو جيب لي مين? جيب لي طبعا يعتبر آآ اللي هو طب الريبيديوم طبع مين? طبع المتال. يبقى الريبيديوم ما له مثل. حلو. طبعا. اشتركوا في القناة